موسيقى هرده يا شباب في كويز نومبر 22 كويز نومبر 22 كان بيتكلم على الجرافات في الدينوم وكل مركزين على الفكرة ايه جيب لك جراف ما بين اليمف والتايم وخلي بايلك time stamp or negative 3 في تفاصيل كتير ركز فيها بعد الوقت وقال لك ان ال number of turns ب70 دي المعلومة اللي عندي وعندي معلومة تانية ان ال area 0.1 متر سكوار حلو زينزا دينستي من الفلكس دينستي يعني افكتينجزا ماجنيتا جيه فلكس عايز ال B القصة مش تبقى بالسهولة دي ليه؟ اول خطوة هل دي cycle كاملة؟ لا دي نص نص cycle يبقى انا عارف ان ال periodic time double الرقم دي يعني 20 عشان دي off cycle يبقى 20 times 10 power negative 3 قلت رح تجيب حلو الفريكونسي هتبقى 1 على 20 خطوة 10 power negative 3 فتطلع كام؟ تطلع 50 هرتز ماشي بعدين هو مديك بقى volt؟ عند time فلازم نعرف الفولت ده عند انيه زاوية عشان نقدر نجيب الماكسموم فهتقول سيتا equal 360 50 يبقى دي 360 والفريكونسي جبناها عشكا ده اول حاجة رح تجيبتها وال time 2.5 times 10 power negative 3 فالقصة دي هتحسبها على ال calculator هتطلع لك كام ب 45 فتستنتج ان الفولت ده ليه؟ ده الا effective طب جميل فتكتبوا EMF سواء كان effective او قلت instantaneous مش هتفرق equal EMF maximum sine seed فال instantaneous became قالك ب 100 root 2 وال maximum انا عايزه او فكان بقى sine 45 حلو هنودي دي بليه؟ بال divided فلما نودي دي بال divided هتطلع لك ان ال EMF maximum maximum هتطلع ب 200 ماشي كده جبنا مين؟ جبنا الماكسموم انا عايز فلاكس دينستي نخش جواه الماكسموم بعدها هتبقى N A B omega equal to 100 نرجع بال given ال N في 70 70 وال area عندك ب 0.1 وال B هو عايزه وال omega 2 pi في ال Frequency اللي هي كاملة F equal to 100 حلو انا عايز مين دلوقتي؟ انا عايز ال B فانت عشان تجيب ال B كل دا يروحنا حتاني بليه؟ بال divided فانتشد خطك هتكتب ال B equal 200 over 70 times 0.1 times 2 pi times 50 ويحسبها على كاركليتور اخر خطوة 200 over 70 times 0.1 times 2 pi times 50 فالكسة دي هتطلع بكام؟ هتطلع بالضبط 0.0909 هتبقى هتبقى طبعا choice number B 0.09 دا اول question السؤال بعده graph بس يعني اسهل سنة وفكرة تانية المرة دي انا مش جاب بقيمة جاب لك phi M المجنيتك فلاكس والانجل السيتا دي الانجل between plane of coil and field يعني الانجل بتاعت الفاي قال لك سروه half cycle وده half cycle وده لك المعلومة اللي عندي ومعي ال frequency rotating rate 49 cycle per second وده ال frequency عايز ال average فال average بيساوي ايه؟ حت دايما من الاخرة ال average هو 4 NA BF فقصيتي كلها اجيب ال B A لانه مش عندي فتجيب ال B A ازاي؟ حتروح للجراف ان ال phi M ده عند السيتا دي فتبدأ تشتغل اهو حتقول phi M هو B A sine theta فال phi M O point O two five ودي B A sine cam sine 30 نص الماكسمم يبقى كاشي اللي حط نص يبقى هوادي الطوبة او توادي sine 30 كلها بالdivided تطلع O point O five اللي انت اجبته ده مين؟ ده ال B A حلو انت بحيس تحل فهتكتبع four times ال N من دهالي كان 150 ال B A كلها جبتها ب O point O five with frequency forty forty nine فهتبقى four times 150 times O point O five times four nine هتطلع بالظبط one thousand four hundred seventy الف ربعمية وسبين طبعا يبقى اني واحدة هيبقى C ده السؤال الثاني السؤال الثالث برضو فكرة عالدينا مو Coyle of an electric generator Decal area is rotating in uniform magnetic field of flux الداني ال B يعني انا عندي معلومات ال B و معلومات ال area 500 over B بعدين So an induced electromotive force generated the Coyle which is given by equation ال Equation دي هتبقى عارف معلومة ده مين؟ ده الماكسموم لانها بالمقارنة لازم تقارنها بليه؟ بالصورة الاصلية يعني انت عندك ال EMF اللحظية بتساوي متين ساين تفتح بركت خمسين بغاية T فانت عندك القانون EMF equal EMF maximum في ساين EMF كات ساين سيتا والسيتا كان بتتفك اوميجا تين لو انت ناسي السيتا كانت اوميجا تبقى ده هو الاوميجا والمتين هي الماكسموم يبقى عندي معلومتين الماكسموم هو 200 او ال EMF maximum equal 200 وعندي ان الاوميجا هي 50 boy دي المعلومة التانية ففي السؤال بيقولك ايه بالراحبة كده؟ بالراحبة كده؟ بالراحبة كده؟ بالراحبة كده؟ بص شقانة دي وفالاخد طلب حاجة مش اراكم كل اعملته بربندكلر لازم ال EMF في باب كام؟ قالك ال EMF فهتبقى ب zero طب هو الاخيارة وخليها بارل وخليها بارل تبقى الماكسموم فتبقى 200 تخلي بالك برضو الفكرة السؤال اللي بعده ما بين واداني برضو نفس الفكرة باداني وقال لي عايز طب انا عشان اجيب لازم اجيب عشان اجيب لازم اجيب يبقى لازم اجيب نابوي ونابوي فيها والبي ايه والبي ايه هي بصلا مفكر ازاي؟ فانت محتاج تعرف مين ده؟ الواحد فالواحد دي هي الفاي ماكسموم هي البي ايه مسرح بس؟ لا؟ طيب مستنبه دي او معلومة لازم معلومة تانية البروديك تايم بكام؟ مش محتاج الامجا؟ دي كده سايكل ربع وربع ونص فهنا ده بريوديك تايم بكام 0.04 يبقى انا عندي بريوديك تايم 0.04 ركز في ملي؟ لا يبقى الفريكونسي كام؟ مقلوبها؟ يبقى واحد على 0.04 هتطلع بـ 25 هرت يبقى انا معي التردد طب هو عايز الافكتف تعال نجيب هتقول هو ن ا بي اوميجا ال اه 700 الاريا هالاريا معاك؟ لا بس انا معايا البي ايه كلها؟ يعني انت معاك البي ايه جاهزة؟ لايه كان والاوميجا الاميجا الفريكونسي الفريكونسي كان بـ 25 فنحسب القصة دي كلها فالقصة دي هتطلع لك بالزبط بـ 110 فولت حلو هو عايز بقى الافكتف بيساوي قال لك الامف افكتف هو الامف ماكسمام في ساين فورتيفايف بمية وعشرة في ساين فورتيفايف الحزبة دي نعم نحسبها هرون هندرد تن طيب الساين فورتيفايف هتطلع ففتي فايف روتو ففتي فايف ايه؟ روتو فولت ففتي فايف روتو فولت طبعا لازم نحط جميل نمبر فايف جراف تاني ما عايش هزهقك هزهقك بس عشان ايه؟ المعلومة دي لازم توقنها جايب لك جراف ما بين الامف و سيتا يمكن دي اسأل واحدة فالفولت ده عند الزاوية دي يبقى الفولت ده ايه؟ اكيد فهو عايز ايه؟ عايز عايز اكوال ايم اف ماكسموم في ساين سيتا اللحزيه او الافكتف دولاتي بتن الماكسموم ما عرفش ساين كام فورتي فايف هنودي دي بالايه؟ بالدفايد فتبقى تن اوفر ساين فورتي فايف فالقصة دي هتطلع لك ان الماكسموم بتن روتو فولت بتن ايه؟ بتن روتو يعني هتبقى ايه؟ طب جميل number 6 السؤال بقى ايه؟ معتمل على الفهم والنظر يعني الكويل او هيبدأ دوروهم اللحزة دي هو بيميل على مين؟ على الفيلد المجال وادي الكويل بزاوية كام؟ قالك بزاوية ستين هل دي الانجل بتاعتي؟ لا لازم ارسم ايه؟ normal فالانجل لعنده كام ما بين normal وبين البي لا تعمل الانجل كام؟ angle 30 حلو؟ حلو يعني من نص الماكسموم هل ينفى ابدأ من زيرو؟ لا استبعاد بقى تبدأ من constant اصلا استحالة تبدأ من زيرو تاني غلط با لازم ابدأ من نص الماكسم بص الماكسم هنا انا عند نص الماكسم فالحال هيكون مين؟ هيكون ايه؟ لانا sine 30 بتدي half الماكسم sine 30 بتدي half فتبقى half الماكسم number 7 السؤال برضو نظري جايب لك دينمو وبيلف وفي وجايب لك two slipperings فجايب لك فجايب لك يعني في اللحظة دي كان حلو بعد كده قال لك يبقى اكيد ماكسموم طب جميل فقال لك يعني هو هيبدأ من هين هم؟ وعايز دي بوست 10 عايز ينزل لحد ما يبقى negative 10 يعني هنا برضو maximum بس في نيجاتف يبقى هو كده هيلف كام دي قديم مثل قديم السايكل قديم ربع هو قديم ربع قبل بالبالة دي كده الكل هيتقلب يعني هيلف 180 درجة هيلف تسعين و تسعين طبعا rotated by 100 دي دي في ناس غلطة عملات 270 غلط هو سؤاله ايه؟ وينزا كوين روتيتس باي انجل مش الانجل بيقامز هو بقى دي من زاوية هنا تسعين وراح لزاوية 270 يبقى لف كام؟ هو يقل ما بقاش كام لف كام؟ يبقى يبقى rotated by 180 جميل جميل number 8 بيقى لك in the electric circuit show in the figure in the figure the value of resistor بكامل يخلي potential difference ما بين b و d ب zero فرق الجهد بصفر ما بين النقطتين دول ده معناه ان انا لو جيت هنا حطيت resistors ما دام potential ب zero يعني نفس ايه؟ potential يبقى طبعا انا شيلت القصة دي كده وحطيت ايه؟ حطيت اميتر طب ما بنوه كان بباص لانه نفس potential طب القصة دي كنا بنحللات ازاي؟ برشيو بتقول رشيو R1 على R2 equal R3 over R4 طب R1 بكام? اتنشه ربعة ستتاشر R2 نقول ده على ده R2 equal R3 R3 R4 دولة بارل ففي البرل بنقول ايه؟ مقاومة ادها الحل نصها طبق دي half يبقى كل اللي هتعمله حضرتك هتبدأ تعمل cross multiplication يعني كل اللي هتعمل على كده season بس فلما تعمل season هتبقى 16 time is half يعني تمانية تمانية الاربعة هتطلع كام؟ هتطلع بتقوة يبقى انا كده جبت value of resistance يعني لو كانت resistance دي بتوق ساعتها no current وساعتها potential بتاع B equal D فساعتها potential difference هيبقى بزرو number nine سؤال على الأوميتر قال لك أوميتر content galvanometer full scale deflection IG ماشي passing إلي twin external resistance الاكسترنة دي اللي هي Rx يفتكر معي بـ 12 كيلو يعني 12 ألف اوم بعدين قال لك connected to its test terminal فالcurrent passing في الحالة دي قال لك بـ 1 على 5 من الـ IG انت زودت resistance serious مع الجاز فالقراط زادت القرنت قال للخمس كنا بنعمل ايه بقى؟ كنا بنعمل لعبة عبية تقوي كده كنت بقول لك دايما الـ I هو واحد على N IG فبتعمل زي مقارنه ان الـ value ده الخمسة دي هتبهي الـ N حلو كنا بنعمل ايه شقلب ونقص واحد يبقى Rx هي N minus 1 R أوميتر عشان نعرف R و متر بكام فكل اللي هتعمله هتبدأ تقلب هتبقى خمسة يعني لو قدنا خمسة هتبقى خمسة ونقص واحد تبقى أربعة يبقى Rx بمنطقة البساطة أربعة طب عايز تعلب تلات تقريدية هتفك القانون نعم كده هتفك هتبقى على على الـ هتبقى الـ هتبقى 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 أربعة رو فعنا نقضى دي بليه؟ بتطلع الـ رو بكام؟ هتطلع عن الـ رو ميتر بثلاث تلات تلات حلو دي أقول ليه؟ جزء بعدين قال لك رو 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 يبقى انت وصلت هنا نص يعني انت تحط مقاومة جديدة نص اللي موجودة يبقى انت لو بالفهم حد بص جيت عملت كده قلت ما انا معايا ادي باتري وفي هنا شوية قرات انا عارف باسمهم رو كلهم وبين الطرفين دول حطيت بكام اللي هي الـ دي بهاف الـ وكل دول على بعض اللي هم كانوا الـ والـ 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 اسمهم رو فالـ تصير كده بقت كام؟ بقت تلاتة على اتنين ممكن تقول كده من الـ بقت تلاتة على اتنين طرقه ليه واحد ونص يبقى يقلبه حيبقى كام؟ حيبقى تنين على تلاتة من الـ او بالطريقة اللي احنا بنقولها لو انت مش عايز تفكر بالبصمجة بالطريقة تلاية بتاعة الـ ان انت عارف ان الرقم اللي هنا ده هو الـ يبقى جيك على جنب اقول الـ هي الـ يبقى الـ تطلع بكام توضي نوع من احد تانية بالـ فالـ تطلع تلاتة على اتنين احنا بنحل ازاي بنقول الـ واحد على ان واحد عليه على ان فواحد على ان يبقى الـ يبقى الـ تلاتة على اتنين تحت اللي تحت يطلع فوق فتبقى اتنين على تلاتة اي جي الحل هيبقى تو اوفر توفر سين هيبقى ما نومبر ناين نومبر تاني السؤال محترم من اسئلة الرقمة اللي جات في انتحان الأوردن بص بيقولك ايه بيقولك الكدرة المستنفذة في الدايرة الخارجية هنا مش في الـ ولا في الباتري مالها is not affected by closing the key متأوسرش افلت او فتحت الكي يبقى هتقوله ان الباور before equal الباور after دي اول لعبة مشكلتك تختار القانون المناسب بقى فالقانون المناسب ان انت شغال serious وانت عايز الباور external consuming serious يعني انت في كيس وان هتبجي كده وكيس تو انت هتخلص الاتنين دول مع بعض وتخلين برضو ريزيستر واحدة فكيس وان هتبقى i before square i before square في ايه فار اهو بعدين كيس تو مفروضة هي i after square بس مش فار بقى تعطفل فلما تعطفل الاتنين دول عايبوا ايه الاتنين دول عايبوا بارل يعني انت يبقى عندك القصة دي كده الاتنين دول بارل يتخد ابرو دكتا عصم في قاعدة بسيطة يقولك مقاومة وتلتها الحل ربعها مقاومة تبقى على كام عار على 4 تقصف على نفسك من الارة من الارة فهيبقى لك اي before square equal i after square بس على 4 فمكن اخدروت و اخدروت حلو هيتطلع لك اي اي i before equal i after بس على 2 حلو فك ال i before بقى تشد خط. الاي بي فور هيبقى في بي على كل الارات بي فور اللي هي هتبقى ار واحدة اللي دي هتبقى اوبن. الناحة التانية الاي افتر هيبقى في بي وركز ما معي. عادي. دول لما اتخدهم برقى لقى ان ار اوفر فور بلاس وان. بس متنساش ان القصة دي كلها مضروبة في كام? في اتنين تحت. اهو كده. هتشيل الفي بي مع الفي بي. جميل? وما ده من الفوق قد لفوق ممكن اقول بالايكواليتي اللي تحت هو هو اللي تحت. فيبقى ار بلاس وان. البراكت ده ايكوال في اتنين مضروبة في براكت ار اوفر فور بلاس وان. وزع البراكت. يبقى ار بلاس وان. تو لما تتضرب في ربع يبقى نص. بلاس تو في وان بتو. ودي دي بالماينوس. واحد ماينوس هاف بهاف. ودي دي نحط تانية بالماينوس. تو ماينوس وان تطلع بكام? تطلع بوان. فحضرتك هتعمل هي تبدأ تعمل كروس ملتي بليكيشن. فيطلع لك في الاخر ان الار ايكوال تو اوم. سؤال من الاسئلة المحترمة جدا 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 جدا. ومراجع كده ريفرشمنت عن شابتر شابتر وان. بالحل طبعا يطلع تو. اخر سؤال عندنا في الكويز ده جا في انتحان فلسطين 2019 بيقول لك يعني في القدامك دولة. عايزة ماكسمم. فانيو لحظة. انتحان فيتزم بالتباع بدقة. الانتحان يعني كلوزت للسركت. closed للkey أو switch closed circuit طب فيها ايه قالك فيها باتري وفيها رزيستور وفيها كويل وفيها switch طبعا هو بيصار كده طبعا على فكرة مين maximum قلنا at moment of closing at moment of closing فانت عندك معلومتين الاي لسه هيعمل gross يبدأ بزيرو لكن معدل النمو بيبدأ قيمة عظمة delta i by delta t تبقى maximum دي اسمع rate of gross of current طبعا الكورنت لا بزيرو الفلوكس لسه هيعمل بزيرو الماجنيتك انرجي انكلودت طبعا لا هتبقى rate of current gross أو rate of gross of a of current